أهلاً فيكم برج الحمل بدنا نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من بداية الشهر حتى آخر الشهر الخراعة مثل دائماً راح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع وإيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتابع لبرج الحمل ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بحكيها داقتها تكون قريبة لطاقتك ما تحاول تشبر القراءة أنه تكون يعني أنه تنطبق عليك لأنه قراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في الفيديو رسالة أو إشي ممكن تحس أنت ممكن تستفيد منه فاخد إشي اللي بيفيدك من الفيديو وترك الإشي اللي بتحس ممكن أنه سلبية أو طاقتها ما بتنطبق على طاقتك طيب بدنا نبلش أول إشي بطاقتك أنت بعدين بدنا نشوف طاقة الحبيب أو الشريك وأيضا نشوف شو ممكن يصير بينكم في المستقبل أو طاقتكم المشتركة للمستقبل نبلش أول إشي بكروت النصيحة ممكن تستفيد من كروت النصيحة في عندك يعني ممكن كروت النصيحة بتحكي لك فيه أمور بسيطة ممكن تساويها للشخص اللي أنت عم تتعامل معه أو حبيبك يعني مبادرات صغيرة ولكن لطيفة أيضا أي إشي بسيطة رمزية ممكن الشخص اللي أنت عم تتعامل معه بيحس أنه أنت مش عم تعبر عن مشاعر اتجاه الشخص وممكن أي إشي بسيط تقدمه لها الشخص سواء كان رسالة سواء كان أي إشي بسيط يرمز لأنه أنت مهتم بها الشخص أو أنت فعلا بتقدر هالشخص أيضا مبين أنه برج الحامل كتير مركز هالشهر على أموره العاطفية لأنه أغلب الكروت اللي طلعت عندي كروت عاطفية في شخص أنت عم تتعامل معه بتحس العلاقة بينكم كتير قريبة أو بتحس أنه أنت وهالشخص بمثابة سول ميت إذا أنت وهالشخص بديته مع بعض على أساس أصدقاء عم شوف أنه البوندينج أو التواصل بينكم رح يكون أو رح يقوى في هالشهر ولا قدام عم شوف أنه الشخص اللي عم تتعامل معه في بينك وبينه تفاهم كتير وللبعض منكم اللي مستني خبر في أخبر جيدة رح تيجيك بآخر الشهر بخصوص هالحبيب بخصوص هالشريك في أشي رح ينكشف لإلك من هالشخص يعني ممكن يصير في بينك وبينه تواصل أو للبعض منكم اللي منفصلين مش عم تحكوا مع بعض ممكن أيضا تحكوا مع بعض أو يصير في بينكم تواصل هذا كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك أنت خلينا نشوف وطاقة الحبيب عم شوف أنت كتير مسكر على حالك أو منطوي على حالك مش عم تسمح بينك وبينها الشخص في كتير حواجز بينك وبينها الشخص وفي كتير أسرار وفي أشي كتير مخباية بينك وبينها الشخص أنتو مش عم تحكوا فيها مع أنه أنت من جوا في عندك تعاطف لهالشخص كتير كبير عم شوف بمشاعرك الباطنية أنت كتير بتحن لهالشخص ولكن أيضاً عم شوف أنه أنت باني صور حول نفسك ومش عم تسمح لهالشخص يفوت على حياتك عم شوف أيضاً أنت يا برج الحمل يعني بطاقتك أنت بصراحة هالكرت بيدل على المانيبيليشن أو على التلاعب فممكن أنت مش عم تحكي الحقيقة كاملة لهالشخص فيه إشي أنت مش عم تحكي للشخص اللي أنت عم تتعامل معه عم شوف نظرة الشخص اللي عم تتعامل معه أنت إيجابية أكتر من نظرتك أنت عنده عنده هالشخص فهو نظرته تجاه العلاقة إيجابية أكتر شوي بيعتبرك أيضاً هالشخص ممكن تكون عم تتعامل مع برج الجوزاء أو أي برج ترابي أيضاً في عندك طاقة مائية كتير بالقراعة فممكن يكون برج مائي اللي عم تتعامل معه ولكن مبين أنه أنت ممكن انجرحت من هالشخص بالماضي أو في صار بينكم مشاكل أنت وهالشخص بالماضي وعم شوفك مش عم تحكي له الحقيقة كاملة أو عم شوفك عم تحاول ممكن عم تحاول تتابع أخبار هالشخص بدون ما هو يعرف أو بدون ما هو يحس لأنه عندك بطاقتكم يعني مشتركة فإنت وهالشخص في أمور مش هم تحكوها لبعض إنت وهو عم تحاول تكتشف معلومات عن بعض ولكن ما في حدا عم يحكي للآخر يعني عم تحاول تخلوها بطريقة سرية هلا من نسبة لطاقة حبيبك أو شريكك عم شوفوا أكتر مركز على الأمور المادية حالياً بالذات للأشخاص اللي مش عم يتواصلوا مع بعض حالياً هم شوفوا مركز أكتر على وضع المادية بدو يبني وضع المادية انت انت هو هلا الشخص كتير بيعتبرك ولكن الشي اللي عم شوفه وعم يسبب عائق تجاهكم هو هو ما في تفاهم بالتواصل بمعنى انه التواصل بينكم كتير منيح وفي انجذاب بينكم كتير منيح إلى انه دائماً ما بيكون في مشاكل بينكم أو دائماً ما بيكون في بينكم نزاع بالحكيه فانت وهالشخص متلو كأنه ند بند أو راس براس أو كلمة بكلمة دائماً بيصير في بينكم نزاع أو مشاكل بالحكيه أو مشاحنات بالحكيه عم شوفك انت ايضاً حسيت أو فيه ممكن البعض منكم لأنك انجرحت من هالشخص في الماضي عم شوفك مش كتير متفائل بفكرة الحب بالمستقبل لأنه انت بتحس انك انضلمت وانت بدك نوع من العدالة تتحقق وبما انه هالصف بخطواتك المستقبلية أو بشو رح يصير عندك بالمستقبل انت عم تطالب بنوع من الجوستيس وهالشخص عم شوفه مع انه بيعقله الباطني بيشوفك على انك الى انه لسبب ما هالشخص فيه مثل يعني فيه اشي بده يحكيه للك وعم شوف انه فيه حكي شوي حاد او فيه حكي رح يكون كتير صريح بينك وبين هالشخص بس الطاقة بينكم يعني كتير نارية فمبين انه انتو انتو هالشخص فيه عندكم مشاعر او بتكون هو شاعر كتير تجاه فيه عندكم باشن وشغف تجاه بعض طب انه نشوف كروت توضيحية لهالشخص ليش دائما حبيبات بيحس انه لازم يكون دفاعي او فيه عنده دائما وكأنه بيحبي بيخلق نوع من الدراما هالشخص ما هالشخص ما بيحب يخسر ابدا عم شوفه شخص كتير بيحب المنافسة او مش بيحب المنافسة ولكن هو ما بيحب يخسر دائما يعني من النوع اللي دائما بيحب يثبت انه نقطته او كلمته هي صح ولو احيانا بتكون على حساب حاله فمبين لي انه هالشخص ايضا اللي عم تتعامل معه شخص كتير عنيد ما بيحب اه يتنازل ولو على حساب كرامته يعني بعقله الباطني دائما بيفكر فيك بيحاول انه يرجع العلاقة اللي بينكم او اذا انتوا مرفصلين بيحاول انه يرجع معك ولكن مش عم يتخذ خطوة في هالموضوع يعني ممكن هالشخص يموت ولا انه يقوم بالمبادرة الاولى تجاهك او هو اللي يحكي معك لانه هو بده يثبت نقطه ولكن من جوه تعيس هالشخص لانه هو اساسا بده اياك وبده التواصل بينكم اه يتصلح او يكون مثل الماضي ولكن يعني مستحيل يكون هو بالخطوة الاولى او اشياء مثل هيك ايضا ممكن هالشخص عنده خوف من الرفض كتير عالي بيخاف انه ينرفض بيخاف انه ازا اجا حكى معك انت اتصده او ترده او ترفضه وبعدين يعني ما بيحب يبين اه كشخص احمق او اشي مثل هيك او انه يعني ما بيحب يجي على كرامته هالشخص عمشوف طيب بنا نشوف بنا نشوف للبعض منكم ولكن التواصل ممكن يكون اه مش كتير ايجابي لا في حب و مشاعر ولكن التواصل اللي بينكم او الحكي اللي بينكم اه ممكن يكون في شوي مشاحنات في شوي مجادلات في شوي عتاب اه عتاب اللي صار بالماضي انتو هالشخص بس هالشخص عم عم يحاول يعني اه يستخدم طاقة الجذب لانه يجد التواصل بينكم او حكي بينكم طيب ان نشوف بالمستقبل انتو هالشخص طبيعة التواصل اللي بينكم لانه انت هون ايضا مبين انو انت مش كتير متحمس لهالشكلة او رافض عروض حب عن تيجيك سواء من هالشخص او من شخص اخر بالنسبة ل راح يكون في ايضا بداية جديدة بدنا نشوف البداية الجديدة راح تكون معها الشخص او مع شخص جديد طيب ما عم شوف انو راح يكون في اه ارتباط جدي مع هالشخص او زواج او خطوبة لانه هالكرت ام بيحكي عن امور تقليدية يعني بيكون كتير تقليدي وهو ايجا مقلوبه انا عندي دك يعني ما فيه كروت مقلوبة بس بما انو طلع هيك عم شوف ايضا لان علاقتكم راح تكون او في المستقبل علاقتكم راح تكون مش بالطريقة التقليدية يعني ممكن يصير فيه عندكم انت وهالشخص عم شوفك ايضا ان هون ممكن انت تفكر انو بدك تتحرر من مبادئ ومفاهيم انت كنت ملتزم فيها او كنت متأمن فيها لانه ايضا هاي ورقة روحانيات فممكن فيه اشيه انت عم تبعد عنها عم تحس انه بطلت تتفيذك فعلاقتك مع هالشخصة غير تقليدية ومبين انو انت يعني في جوا راسك او في تفكيرك الداخلي عم تشوفها كتير كتير مرهقة كتير مرهقة كتير مرهقة عقلية للك يعني او حتى جسديا بتحس انو كترة التفكير فيها كتير هالكتك التواصل بينك وبينها الشخص كتير فيه عوائق طبعا بيختلف من شخص لاخر انت بتعرف شو هي العوائق اللي بينكم للبعض منكم ممكن تكون انت بعلاقة اخرى حاليا ممكن يكون الشخص اللي انت عم تتعامل معه بعلاقة اخرى حاليا او ممكن تكون العوائق فقط انو ما حدا مستعد يتنازل او ما حدا مستعد يقوم هو بالخطوة الاولى لانو عم شوف كتير عم شوف كتير مشاحنات بالحكي وانت وهالشخص ويتي متل ما بنحكي او شخص بيفهم دائما كل اشي على الطاير فصعب انت وهو صعب انك تفوز مع هالشخص بنقاش لانو دائما بيكون في عنده دائما بيكون في عنده جواب دائما بيكون في عنده اشي يناقش فيه او اشي يعود عليك بالحكي الى انو انت مش كتير متحمس لها الشخص البعض منكم انت كتير او ممكن تكون مش متحمس لعروض حب جديدة يعني ممكن بدي اشوف انا بما انو في تواصل رح يصير الاغلبية منكم بدي اخر اشي اوضح حقيقة مشاعر هالشخص لانو مبين انه هو من جواب الفعل بيحبك هالشخص او يعني بيعتبرك سول مت ولكن في عنده مشاكل بالايجو او بكرامته او ما بيحب يتنازل هالشخص فبدنا نشوف هو ليش مش عم بيكون بالخطوة الاولى او ما هو السبب اللي هو مش عم يحكي فيه معك فهذا الشخص من جوا قلبه مكسور مش عم يحكي معك قلبه مكسور ممكن يكون ايضا عم يحاول يخلي الامور تيجي بطريقة عفوية ما بده يغصب اي اشي ممكن يكون ايضا بيشوف انو انت بتنظر له على انو طفل او بتنظر له على انو غير ناضج فهو مكسور قلبه من جوا ايضا ممكن يكون المادة او العامل المادي سبب في انو مش عم بيقوم في الخطوة الاولى ممكن هالشخصة بيحس انو غير متمكن ماديا مشان هيك مش مافي عنده ثيقة الكافية انو يحكي معك او يقوم بالخطوة الاولى بيحس انو هو مشان هيك طاقته كانت انو مركز على الامور المادية حاليا بتوقع انو اغلب تركيزه على الامور المادية مشان يبني ثقته بيحاله ممكن انتو هالشخص او في بينكم كتير اختلاف بالوضع المادي مشان هيك هو عم بيحس انو بالدريث بتحاله من الناحية المادية اوكي حبايا ببرج الحمل بتولنا القراعة تكون فاتتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطني لايك وكمنت شار وسبسكرايب انشاء الله رحشوفكم في فيديو قادمة